لو لعب أخطأ في الملعب أو مدرب أخطأ في الملعب عارفين العقوبات بتاعته إيه؟ يعني حجم الخطأ العقوبة قدامه إيه؟ الحكم اللي بيغلط في الملعب أو بيباع عنده قرار خاطئ إيه هو عقوبات اللي موجودة في لجنة الحكام؟ الحكم بيتحسب عليها؟ إقاف، استبعاد من مباريات، تواجده في مرحلة أدنى أو دوري أدنى من الدوري اللي هو فيه؟ إيه هي العقوبات ولو بشكل عام يعني؟ السؤال هنا زي بالزبط الفرق إحنا عندنا حوالي 33 أو 34 أو 36 حكم فطبعا الحكم المتواجد والأفضل في الماتشات اللي فاتت هو اللي بيحكم ماتشات أكتر طبعا الحكام اللي بيخطئوا في أي ماتش بيحكموا في ماتشات أقل فطبعا بعد كل فترة بيبقى عندنا تنظيم للحكام زي بالزبط النوادي الحكام اللي يقدروا يحكموا ماتشات أقوى وحكموا ماتشات أكتر هم دول اللي بنقوم بترقيتهم للماتشات الأقوى والحكام الأخرى بنروح بنديهم الماتشات اللي يقدروا يحكموا فيها أو ينزلوا للدوري الدرجة الأولى بعد الثلاث جوالات في الدوري الممتاز هل شفت حجم أخطاء كبيرة ولا حجم أخطاء قليلة في الثلاث جوالات في الدوري الممتاز دوري النيل إحنا شفنا حاجات كويسة جدا وحاجات ما كانتش أفضل حاجة شفنا حاجات كويسة جدا مثلا زي طبعا ما شفنا حاجات ما كانتش أفضل في أفضل حال يعني خليني اقولك احنا شفنا حوالي 68 جون اتحطوا وكان في 66 قرار قوة منطقة البنالتي شفنا 64 حالة وشفنا حالات البنالتي محطوطين فيه ثلاثة حصل ان هما اتأكدوا بالفار وفيه حاجات اتحددت في التشخيص جوه الملعب فطبعا دي حاجات كلها احصائيات كلها في المتوسط حاجات كويسة جدا طبعا احنا بنبص على الحاجات اه في حاجات بالمتوسط حاجات كويسة جدا بس احنا محتاجين كل الحاجات تبقى ممتازة فاحنا بنشتغل علشان نوصل للمنطقة ان احنا بنقول احنا عندنا تحكيم ممتاز او كل الحالات اللي عندنا ممتازة وصحيحة في الثلاث جوالات الاولى كم حكم اتعاقب او كان عنده اخطاء استحق عليها العقاب بالنزول للدرجة الادنى او باي شكل من الاشكال من العقابات حتى هذه اللحظة في ثلاث جوالات واردونا الشباب او جايزونا الحالات كمان عشان يقولنا عليها رأيوا فيها الحكام ما حصلش ان مش هيحصل ان في حكم هينزل للدرجة الاولى لان هو حصل عنده مشكلة في ماتش مافيش ماتش بينزل للدرجة الاولى لان هو خسر ماتش واحد فطبعا احنا بنعمل نفس الحكاية مع الحكام المهم ان الحكم يكون على وضع مظبوط خليني اقولك تاني ان في حكام اللي ممكن القرارات بتاعتهم يكون فيها بعض الاخطاء وفيه بعض الحكام اللي ما بيبقاش عندهم كل الاخطاء دات فطبعا انا هختار الحكام اللي هتقود او اللي هتحكم ماتشات اكتر من الحكام اللي ما اعملوش اخطاء تحكمية فطبعا احنا بعد ثلاث اسابيع انا مش هقول ان احنا هنعاقب حكم معين ان هو هينزل دلوقتي من خطأ واحد لا احنا هنبدأ نحكم او نبدأ نحتكم للاخطاء في الماتشات كلها مش في ماتش واحد او ماتش دايما انا السؤالي الشخصي وهو اللي انت كنت لسه رادد عليه من شوية في اطار الشفافية لاجنة الحكام رئيس لاجنة الحكام او اعضاء لاجنة الحكام لازم يقولونا طول الوقت للاعلام للجماهير اه كان في خطأ في المباراة الفرانية لا الكرة دي مش خطأ على فكرة احنا برضو دائما عرضة لفكرة ما يسمى بالمحللين التحكميين او الناس اللي بتتكلم عن التحكيم ولا نسمع دائما رأي لاجنة الحكام نفسها يعني المحللين التحكميين فيه مثلا حد يقول ضرب الجزاء وحد تاني يقول مش ضرب الجزاء واحنا في النص اللي مش عارفين بلما عايزين نعرف من لاجنة الحكام هو القرار كان صح ولا القرار كان غلط طبعا الكرة والتحكيم مش 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 حالة مش حالة رياضية فقط مش حالة ماف ما فيش حاجة ما فيش ابيض واسود فقط يعني احنا بنبقى في مرحلة رمادية بنبقى دايما بيبقى فيه رأيين وده طبعا شيء طبيعي في التحكيم لان فيه ناس بيبقى ليها اراء مع القرار وفيه بعض الاشخاص ما بيبقاش ما بيبقوش موافقين على القرار ده فطبعا كل واحد بيبقى عنده تفكيره كل واحد بيبقى عنده رؤيته للقرار واحنا بنشتغل على الافضل علشان نتاخذ القرار جوه الكميتي